نسبة الصحافة والرصانة صحيفة ماركة الأسبانية زائعة الانتشار والتأثير الزميل كريم رمزي نقل عنوان عندهم بعد قرعة كاس العالم للأندية انه انتر ميلان ميسي انتر ميامي ميسي حيواجه فريق مغمور في افتتاح كاس العالم للأندية الحقيقة كريم رمزي بأداء مسؤول هو وفريق عمله تواصله مع الصحيفة الأسبانية الكبيرة وقال لهم مين هو النادي الأهلي وإيه هي بطلاته وأرقامه هنا الخطأ الأول يمكن أنا كصحفي أتفهمه لأنه ماركة كثيرة ما ذكرت الأهلي بألقابه وأرقامه عرفاه أطبعا أستاذ ابراهيم دي كتب تعالى انجازات الأهلي كثيرة لكن يبدو أن مطلق الخبر صعدها ما كانش متخصص مسؤول التحرير الموجود اللي تلقى ما يعرفش مش متخصص فكتبوا أنه نادي غير معروف لكن يحسب ليهم كما يحسب للزميل كريم رمزي الحرص على التصحيح إلى درجة أن أنت تقول أنه ميسيو إنتر ميامي هيفتد حكاس العالم للأندية مع كينجو في أفريقيا مع ملك أفريقيا صلحه في نفس المكان حتشوفه دلوقتي نفس المنشط يطلع بيه أنه ده النادي الآلي ملك أفريقيا هي دي يعني حسن النية من الصحيفة وأيضا حسن الأداء من الزميل في غيرته على النادي الآلي كنادي مصر كبير هنا يا جماعة دي مسألة شديدة الأهمية نشوف كريم رمزي وهو بيتناول هذا التصحيح بعد هذا الخطأ محافظة مركة الأسبانية وهي واحدة من أشهر الصحف الرياضية في العالم نشرت خبر بعنوان أنتر ميامي يواجه منافس مجهول في افتتاح كاس العالم للأندية هو ده العنوان أهو مركة الأسبانية بتقول لك أن أنتر ميامي هيواجه منافس مجهول في افتتاح كاس العالم يا أخي يا أخي إزاي طيب والله يا عيب والله ما يصحش يعني أنا آسف ده جاهل من الصحيفة جاهل من كاتب الخبر جاهل شديد جداً من رؤساء كاتب الخبر في الصحيفة عشان لو هنتكلم بقى من العاش على رقب مصر من العاش على رقب النادي الأهلي من العاش على رقب بطل أبطال الأفريقية ما لعاش على رقب واحد من أهم الأندية اللي حصلت بطلات في العالم ما لعاش على رقب أي حاجة هو أنتر ميامي أصلاً مع كامل الاحترام والله احنا كنا نعرفه قبل ميسي يعني لو هنتكلم على نادي مجهول فممكن نقول أنتر ميامي لكي هتقول لي أنتر ميامي يواجب فريق مجهول بس بصراحة شديدة حبينا في رقم عشرة نلعب دور دور عشان نادي لقيدة بتاعنا ممثل مصر نتدايق لما يحصل كده ولقينا رد محترم جداً من مارك احنا بعثنا لهم وقلنا لهم إيا يا جماعة العنوان ده إزاي يعني لنادي الأهلي فحب صراحة شديدة عشان نبقى أمين يعني رده بمنتهى الاحترام زملنا أحمد شياب على الواتساب كان بيتواصل مع الصحفي والصحفي بصراحة بكل احترام بكل احترام اعتذر اسمه أخوان كسرو وهو مدير تحرير صحيفة ماركة الأسبانية وقال إزاي احنا نحترم النادي الأهلي وعارفين أنه هو أكبر أندية أفراقيا وهو نادي القرن في أفراقيا ونادي عظيم ونادي محترم ونادي محترم ونحترم الجماهير المصرية ودي كانت الرسائل هي بس بالأسبانية هو بيقول له أنه إحنا وغديني الخبر من وكالة أنباء يعني ده بس الترجمة أنا بحاول أشرح لكم عشان ممكن اللغة متبقى الشواطحة وبعد كده قلولي باشي باشي أنا نكلمش أفك هو هو بيقول له هنا أنه إحنا غلطانين مش عاصلنا في الأسبانية حاجة ببسيطة يعني أكيد بها هزة عشان مش بفيش أسبانية خالص هو هنا بيقول له الأهلي الأهلي بالنسبة لنا خد بالك بقى الجرة أهدي بالإنجليز سهلة قالك الأهلي بالنسبة لنا ريال مدير أفراقيا ريال مدير أفراقيا فالحمد لله إحنا بعتنا لهم وردوا باحترام وعدلوا العنوان الفرق بين التدليس والخطأ هو ده الخطأ بمجرد ما تشعر بالخطأ تصوبه وكل واحد يأخذ حقه التدليس التمادي المقصود في دعم الخطأ الخطأ ولم يصب النادي الاهلي بقدر ما صابه مصدقية الصحيفة الكبيرة لأن بالتحديد أسبانيا تحديداً تعلم من هو النادي الاهلي النادي الاهلي اللي لاعب ريال مدريد على كأس بطل القرن الإفريقي مع بطل القرن الأوروبي وبطل القرن قال إفريقي كسب الماتش ده ومؤكد ووجه ريال مدريد وكسب العالم للأندي لا واحدة واحدة ده اللي قال يكسب بأول ظهور لزين الدين زيدان صحيح مع ريال مدريد رؤول وروبرتو كارلوس وروبرتو ولويس فيجو ولويس فيجو وزيدان وكل نجومه والقال يكسب في مباراة كانت تخلص اتنين وثلاثة يعني بجدارة مش خطف نمر اتنين الرانكينج العالمي لا يزاحم ريال مدريد خلفه غير نادي الأهلي وماركا كتبت هذا الكلام نفسها نفس الجورنال قبل كده إذن مطلق الخبر اللي خده هو غير متخصص وربما غير معني بالرياضة كتابها بحوشن اتصلحت في ساعتها لأن الكنجو في أفريكا على طول وفي نفس المكات هنا حسن النية وهنا يفرض الأهلي بالحقيقة لو الأهلي ما استحقهاش كان ماركا كتابها صلعت لا وتعترف بالخطأ جورنال زي إذا هاعترف يقول لها غلط لا الجدارة أستاذ إبراهيم اللي كل يوم التاني بتتأكد أن النادي الأهلي مش بالكلام النادي الأهلي بالمكانة الواقعية بتعاد الدولة يقدمه إزاي لما حد يغلط فيه في صحافة عالمية تتصوى فوراً مع تزار قوي في ساعتها هو ده النادي الأهلي مش بيطلق ألقاب على نفسه إحنا هنا عايزين نقضي على ظاهرة التراشق لأن إحنا عايزين نتجنب إن إحنا نضطر الرد وده مش هتحصل إلا إذا نشغل كل حد بشأنه علي في نفسك بما تملكه من تاريخ وأدلة وتوصيق زي ما أنت عايز وأنا ده حقي لكن تيجي نحيتي عشان تشويهني هتطر أرد عليك وحرجك لأن بحرج بإيه بالواقع طيب